رئيسة الجمهورية بالجلسة كانت الورقة البيضة هل أخفق حزب الله في توحيد حلفاءه مشان هيك حطوا ورقة بيضة لا ما أخفق بالعكس نجح الحزب الله بتوحيد حلفاءه على وضع ورقة بيضة ما كان بدون يحطوا لأنه إذا حطوا الوزير اسلامان فرنجي وما في تفاهم عليه مع طير الوطن الحر بيطلع كمان راكم هذي لتستك العرب وبكير يعني أنه طرح اسم تمين حرق تمين حرق بكير حتى يمكن نكشفه عن يمكن لبدون أخده ولفه دوران أعتقد أنه حزب الله يعني يتمنى يمكن أو يرغب بأن يكون رئيس الوزير السابق اسلامان فرنجي هو رئيس الجمهورية لأنه ما ننسى كلمة الكلمة الشهيرة لأمين عام حزب الله سيد حصر نصر الله هيدي عين وهيدي عين العين الأولى الأولى قعدت على الكرسي يلا بدأ العين الثاني بدأ توضع الكرسي ولكن يقول الرئيس تيار المرض اسلامان فرنجي أنا من وعدت حزب الله ما وعدني بالشي لا أكيد ما قلنا وعدنا ولا حدا حكى مشان هيك أنا قلت لك ما عملوا شي بالجلسة بس ما فينا نقول أنه ما وحد بالعكس وحد حتى شفنا شفنا محوار سريع بين الوزير باسيل مع النائب رعد شفنا باللقطات التلفزيونية ولحظت حضرتكوك في وش وش بيناتهم على كل حال هلأ أنا مش نعطرين الجلسة لا يتفقوا ولكن لا أكيد بس يمكن في شي طرح أنا كنت أقول سيدك لارا ما در ما كل شي بقوله أنا سليم يعني أو صحيح أنا كنت أقول أن حزب الله يمكن سوف يبزل جهدا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الوزير جبران باسيل وبان الوزير اسلامان فرنجي وما دعوة سيد حسن إلى الإثنين إلا من يعني انطلاق لهذه العملية نعم ولكن يبدو بعد الأوضاع بينهم منما مش مش الحال وأيضا يقول النائب جبران باسيل ما حدا بيمنع لي لحط سليمان فرنجية وما رح حط سليمان فرنجية ويعتبر نفسه أنه هو الأحق بس ديلك شغلي ما بعرف أنا كلمة ما هحط سليمان فرنجية ما متأكدة مننا هو قالب يعني حتى نوابه لن ننتخب سليمان فرنجية بس بنفس الوقت فيحة إلا إذا صار شي هو بمقابلته الأخيرة مع النهار إلا إذا بس هذي من بعد ما سألته يعني سألته طويني زميلتنا يعني مديرة النهار إذن نقول سألته أكتر من مرة مثل كان أنه زاركته أكتر من مرة لا يوصل لهن ولكن كان حاسم ما رح حط سليمان فرنجية إلا إذا نايلة توينية مش إلا إذا إلا إذا بس هذي بعض ثلاث أسئلة طب بس إلا إذا يمكن تصير إلا إذا برأيك حزب الله رح يحط الإلا إذا أنا برأي حزب الله سوف يفع إلى ذلك خصوصا بعد الشيء اللي صار هل عم بعطيكي رأيي مش معلومات نعم يعني كنت أتمنى أن يكون لدينا معنا بتعطيكي أنا رأيي نعم أو لما في شكل أنه والسيد حسن عبر عنه بخطابه يوم السبت نعم هل أنت سألت نفسك أكيد ستتكرار ستكون سألت نفسك لماذا مشال معوض النائب الصديق العزيز اللي بيحترمه لماذا مشال معوض تحديدا لماذا لأنه لأنه ابن صغرت التحديد لماذا ما غيروا لماذا نحكي على صليح أحنان مش نحكي على جهد أزعور مش هل معوض بالنسبة للقوات والكتائب بالنسبة للتغييريين صلاة مختلف الوضع بس أنا الكوات مش هو فيه لمشاه المعوض اللقاء الديمقراطي مش فيه لمشاه المعوض أنا اللي عم قوله لماذا ميشاه المعوض مش حدا تاني لماذا صليح أحنان لمش نحكي بصالح أحنان مفاجأة زياد برود جهد أسعور كمان نصف حتي وغسان لماذا مش هل معوض تحدي لأن مش هل معوض مش هل معوض أول شي ابن صغرت نعم ويعني فينا نقول غريم ولا الوزير صحيح ومواقف الوزير النائب معوض تتناقض تماما مع مواقف فرنجية لهي بين مواقف حادة نعم وبيعتبروه بالحزب كمان هذا شي بتزهر خلال كلمات ابتداء من السيد حسن وعدد من قيادات والنواب حزب الله نعم يعتبروه رئيس تحدي لأنه هذا يعتبروه رئيس تحدي لأنه كلامه لأستاذ مش هل معوض أنا كنت أتمنى على أستاذ مش هل معوض يلي كمان بالمناسبة في نقول أنه فرق كبير بين مش هل معوض قبل سنوات وآن والآن بالنسبة لا ما في شك أنه من أي ناحية الفرق صار أقوى بالكلام صار أقوى بعد الفكرة صار في تسلسل بكلامه ولو كانت في كتير ملاحظات على مواقفه بس كمان ما فينا نقول أنه اشتغل على حاله وصار أكثر نضوجا بالسياسة ولكن المواقف التي أطلقها كلها تصب على أنه نحن نواجه حزب الله هذا رئيس لا يمشي الحال يا سيدنا الكريمين هذه فينا نقول من اليوم حتى ربنا يعني لا أمل لمشاء المعوض بالحصول على موافقة حزب الله ولو بعد حين لا يمكن أنا ما بنتق باسم حزب ولكن بعرف تماما أنه لا يمكن أن يحصل على إلى أي درجة حزب الله كنت أتمنى عليه بس لأستاذ ميشيل المعوض يكون لغته مختلفة يكون لغته مختلفة إذا لغته مختلفة رح تتغير يعني رح يتغير بدك تعمل رئيس جمهورية بدك تحكي مع كل العالم مع كل الناس ما في مجال تقول أنا بدنا نواجه بدنا نعمل بدنا نشيل بدنا نحط إلى معهنالك حتى الأستاذ اسمه جورج عدوين نعم كمان قال أنه في 63 ورقة بيضة صحيح 63 ورقة بيضة من بيقلك 63 ورقة بيضة بدنا نصير لكم بالنتيجة وصار يعمل حسابات فكان في حسابات خاطئة في هذه الجلسة فعلى الجميع دون استثناء أنه أعيد حساباته بهالشي اللي صار حتى إذا كان بالفعل بدنا نرئيس توافقي هلأ هون ستنا الكريمة المفاجأة كانت باسم سليم قدي أنا كأعلامي صدقيني ما كان سيما فيه حتى هنو عم يطلع اسم سليم قدي أنا رحت على جوجل تشوف مين سليم قدي ما كنت بعرفه بس كتير حكولي عن مناقبيته وعن نشاطه وعن نجاحاته إلى ما هونالك بعدين سمعنا أيضا الأستاذ قدي كان كتير مزعوج من طرح اسمه وأذن بعدين قرأنا في تصريح لقلو بيقول أني أنا حاضر لمساعدة لبنان كمان يعني نعم ولكن ولكن أنا حاضر لخدمة لبنان كيف تقدم لبنان تقدم لبنان أنك تكون ضمن السلطة على كل حال يعني هذا شيء بيقعد لقلو ما في شك الآن الشيء اللي يفيد بهذه القصة أنه كل الأسماء اللي انطرحت يومتها اللي عددت مع زون أنا ده الاسم واحد ما ما انطرح ما انطرح اللي هو قاد الجيش صحيح بس ما بيقدر ينطرح هلأ قاد الجيش قبل الفراغ لأنه بده تعديل دستوري والتعديل ولكن يبقى اسما حاضرا وجاهزا يعني اسم حاضر وجاهز هذا اللي قصدي يقولني ليه برأيك استوقفك هذا الموضوع هل حضوه أكبر من البنيين لا استوقفني تقول لك وقت تلحكى بالأسماء بعتبرها نوعا من حرق أسماء حسب التجربة الإعلامية معنا نحنا طويلة كترة تلحكي بالأسماء فلان وفلان وفلان بيحتري ما بيجيكي واحد غيره يعني أنت برأيك اسم سليم قدي واسم ميشيل معوض انحرقه بجلسة لا فيني استثني شوي سليم قدي لأنه سليم قدي ولكن اسم ميشيل معوض انحرق باتات ما بقى له حظ ما بقى له حظ ما بقى له حظ لا ما بقى له حظ ما بحب كلمتها عن حرق الإسلام بس ما عاد له حظ يعني نعم هو يريد تستغل هذه الفرصة لكي كما حكينا يكون أكثر انفتاحا على اشتركوا في القناة